وعود إلى معبر أرقين الحدودي الذي يتواصل العمل فيه لتسهيل عبور العائدين من السودان من المصريين ورعاية الدول الصديقة والشقيقة وللمتابعي نضم إلينا على الهواء مباشرة من المعبر مراسل التلفزيون المصري رامي محمد رامي اطلعنا على صورة لدك وآخر التطورات رامي هل تسمعوني تحياتي لك ولكل متابعين من معبر أرقين البري الحدودي وفي متابعة لحركة إجلاء المواطنين من الأراضي السودانية سواء من المصريين والسودانيين ومن أصحاب الجنسيات الأخرى رعاية العديد من الدول نتحدث عن استمرار هذه العملية وأيضا استمرار معها الخدمات اللوجستية التي تقدمها الدولة المصرية من جهود كبيرة لأكثر من مؤسسة وأجهزة ولو تحدثنا عن وفود العديد من المواطنين بتجاوز أكثر من ستة ألاف مصري ونتحدث أيضا عن أكثر من ستة عشر ألف من المواطنين السودانيين وأصحاب الجنسيات الأخرى بأكثر من خمسين دولة تم إجلاء الرعاية الخاصة بها من خلال الإجلاء البري من خلال معبر أرقين الذي يتواجد به الآن أو معبر قسطول أو من خلال الإجلاء الجوي نتحدث عن جهود كبيرة من هذه الجهود قيام الهلال الأحمر المصري بمساعدات الطبية عن طريق الفرق الطبية المتحركة وأيضا المراكز الإغاثية الثابتة وأيضا قيام هيئة الموانئ والبرية والجفة بزيادة الأطقم الإدارية لتسهيل عملية المرور وأيضا التوافد والتأكد من أوراق التوثيق والتأشيرات وقيام وزارة النقل الممثلة في هيئة السكك الحديدية وأيضا التنصيق الكبير مع محافظة أسوان في توفير الشحينات والحافلات التي تقل المواطنين من المعابر إلى أماكن التمركز سواء محطات التوبيس أو محطات القطارات وتنصيق مع هيئة السكك الحديدية لتنظيم حركة القطارات الخاصة بمحافظة أسوان سواء القادمة أو الذاهبة منها هذا المشهد الكبير يضل ويؤكد على قيامة دولة المصرية بجهود بمختلف المؤسسات والجهزة لاستقبال الوافدين سواء من المصريين والسودانيين وغيرهم وأن معبر أرقين البريل الذي يتواجد به الآن يعد البوابة الكبيرة لكل هؤلاء ولكل من يرغب في القدوم إلى مصر بعيدا عن الأراضي السودانية والاشتباكات هناك عودة لك مرة أخرى أشكرك جزيلا على الهواء مباشرة من معبر أرقين الحدودي رامي محمد مراسل التلفزيون المصرية